الشاب محمد الظاهري في العشرينات من عمره هب مدافعا عن أرضه ضد غزات تدفقت جحافلهم إلى الضالع والجنوب والبيضاء وتعز ومأرب وباقي المحافظات وشنت حربا هوجا لا هدف لها سوى تدمير اليمن وإبادة أكبر عدد ممكن من اليمنيين في مريس بمحافظة الضالع التحق الفتى محمد الظاهري في صفوف المقاومة ملبيا نداء الواجب دفاعا عن الأرض والعرض والوطن ومنذ ثمانية شهور أصيب الضاهري خلال مواجهات مع ميليشيا الحوث والمخلوع ووقع أسيرا في قبضتها لم تكتفي الميليشيا بسجنه طوال تلك الفترة بل منعت عنه العلاج والزيارات وأوغلت في تعديبه حتى أصيب بالشلل وفقد النطق وخلال اليومين الماضية تلقى والد الأسير الظاهري مكالمة من عناصر الميليشيا في صنعاء أخبره أن ولده في المستشفى العسكري سارع الأب للعاصمة ليجد ابنه طريح الفراش وقد فقد النطق كليا ويعاني من شلل تام تحكي صورة الأب وهو يسند رأسه على كفه حكاية كل أب في البلاد ومعاناته حين لا يكون بيد المرء عمل شيء لإنقاذ أبنائه في ظل ميليشيا طائفية إرهابية توغلت يوما لافتراس جميع المناطق وهي اليوم تنحصر في العاصمة وأطراف بعض المحافظات غير أن مأساة الأسير محمد الظاهري الذي أصيب بالشلل التام وفقدان النطق نتيجة التعذيب الشديد لها من قبل ميليشيا الحوث والمخلوع في جريمة ضد الإنسانية واضحة المعالم لا تنحصر فقط في الحال الذي وصلت إليه حالته الصحية فالميليشيا تواصل تعذيب الأسير وأسرة حيث ترفض الإفراج عنها أو السماح لأسرة بنقله من المستشفى من أجل عناية أفضل عشرات الآلاف من الأسر في طول البلاد وعرضها ممن تسببت حرب الميليشيا الانقلابية في خسارة فلذات أكبادها قتل أو جرحة في حربها التخريبية خدمة لمشروعها